موسيقى 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 مساء الخير بداية نشراتنا مع العناوين رئيس الجمهورية يشارك غدا في المؤتمر الدولي للبنان بدعوة من مكرون وغوتيراس كلمة للرئيس عون وللرؤساء المشاركين ومن بينهم ترامب ومكرون وجونسون وميركل موسيقى الجيش ينظم جولة للأعلاميين في محيط مكان الانفجار لتقصير في أعمال الإنقاذ موسيقى النفط العراقي وصل عبر المصنع أشقاء لبنان أصدقاؤه ليتركوه موسيقى استقالات نيابية ومواجهات في العاصمة بين القوى الأمنية ومحتجين موسيقى الثامنة ألا ربعا بتوقيت بيروت أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث عبر موقع tv.com.lb وإذاعة صوت المدهة موسيقى موسيقى في وقت تتواصل أعمال الإنقاذ في نقطة انفجار المرفأ ومحيطها وعلى وقع تصعيد سياسي مستمر واستقالات نيابية ومواجهات بين محتجين والقوى الأمنية في العاصمة وفي انتظار جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدالاثنين حيث ستستعرض نتائج التحقيقات حتى ذلك الحين بعد التوقفات الأخيرة يبدو لافتا الاحتضان الدولي للبنان بعد كارثة الرابع من قاب حيث يعقد في تمام الثالثة من بعد ظهر الغد لقاء دولي بتقنية الفيديو كونفرنس تحت عنوان مؤتمر الدعم الدولي لبيروت والشعب اللبناني يشارك فيه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بدعوة مشتركة من الرئيس الفرنسي امانويل ماكرو والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريز على أن يلبي الدعوة إلى المؤتمر عدد من رؤساء الدول من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اتصل بالرئيس عون ورئيس وزراء بريطانيا باريس جونسون والمستشارة الألمانية انجلا ميركل إضافة إلى عدد من الرؤساء العرب والأيروبيين ورئيس المجلس الأيروبي شارل ميشيل والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وسيلقي الرئيس الفرنسي كلمة في افتتاح المؤتمر بعدما سبق له أن أعلن عن نيته عقد هذا المؤتمر من بيروت أثناء زيارته الأخيرة للبنان كما ستكون كلمة للأمين العام للأمم المتحدة تليها كلمة رئيس الجمهورية ومن المتوقع وفق معلومات الأوتي في أن يتوجه الرئيس عون في كلمته بنداء إلى دول العالم لمساعدة لبنان وشعبه للتغلب في أسرع وقت على المأساة التي وقعت في بيروت وأدت إلى استشهاد ما يزيد عن المائة وستين شخصا وجرح الألاف وفقدان عدد من الأشخاص ليزال مصيرهم مجهولا حتى الساعة وإلى تدمير قسم كبير من شوارع العاصمة بيروت وأجزاء من البنى التحتية الأساسية فيها وسيستعرض الرئيس عون وفق المعلومات بمختلف وجوه الأزمة التي يعاني منها لبنان جراء هذا الانفجار وما سبقها من أزمات متتالية مالية اقتصادية وسياسية إلى تداعيات أزمة النزوح السوري الكثيف إلى لبنان والذي فاقم من الأزمات مجتمعة وأشارت الدعوة المشتركة الموجهة من مكرون وغوتيريس للمشاركة في المؤتمر إلى أن المجتمع الدولي الذي أظهر أوجه تضامن مختلفة من المساعدة العاشلة لبنان إثر هذا الانفجار مدعو الآن إلى إظهار المزيد من التضامن والعمل المشترك بصورة منسقة دوليا لإظهار مدى الالتزام الدولي تجاه بيروت والشعب اللبناني وأوضحت الدعوة وجود أربع أولويات أساسية لهذا الالتزام وهي دعم القطاع الصحي دعم القطاع التربوي إعادة أعمار الأبنية المهدمة وتقديم المعونة الغذائية وشدتت الدعوة على مدى الأهمية المعلقة على وجوب أن تأتي أوجه الدعم المختلفة وافية لحاجات الشعب اللبناني ومنسقة بشكل جيد تحت إشراف الأمم المتحدة البداية من المؤتبر الدولي الذي يعقد غدا دعما لربنان والذي يتحدث في خلاله رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة وكبار الرؤساء التفاصيل في تقرير الزميلة نانسي صعب عند الساعة الثالثة من بعد ظهر غد الأحد سيلتأم قادة دول العالم رؤساء ورؤساء حكومات في اجتماع عن بعد فرضه فيروس كوفيد-19 من أجل لبنان وبعد عشرة أشهر من حصاره وتضييق الخناق عليه عاد العالم إلى لبنان فثاني أكبر انفجار بحسب تصنيفه عالمياً بعد هيروشيما وناكازاكي لا يسمح بإبقاء بلد الرسالة صلة الوصل بين الشرق والغرب وحيداً أبرز المشاركين رؤساء دول مجموعة الدعم الدولية للبنان إلى جانب الدول العربية وجامعة الدول العربية ممثلة بأمينها العام أحمد أبو الغيط على رأسهم الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الذي حملت زيارته إلى لبنان أكثر من إشارة بدءاً من زيارته الشخصية ووصولاً إلى المضامين السياسية النوعية التي بدأت تتظهر يوماً بعد يوم وربما يكون أبرز المؤشرات النوعية مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصياً في مؤتمر الغد بعد اتصال هاتفي أجاه بالرئيس عون ليلى الجمعة استمرت 19 دقيقة تؤكد مصادر رفيع للأو تيفي أن ترامب كان خلاله أكثر من ودود بل مستعداً ومصمماً على مساعدة لبنان فالرجل الذي أثنى على صمود لبنان وشعبه وعلى فعالية حضور الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة الأمريكية أكد ضرورة أن يكون والرئيس عون على تواصل دائم حتى أن ترامب توجه إلى الرئيس عون طالباً إليه الاتصال به فوراً من أجل أي مساعدة يحتاجها لبنان ومشدداً على أن لا حدود للمساعدات الأمريكية للبنان في هذا الظرف تتوقف المصادر رفعة عينها عبر الأوتيفي عند شرعية وثقة دوليتين اكتسبهما الرئيس عون بشخصه لما يمثل انطلاقاً من شرعيته الشعبية وهو كلام تم التأكيد عليه خلال أكثر من اتصال دولي أبرزها من الرئيس الأمريكي كما في أكثر من اجتماع مع الوفود الرئاسية وتحديداً الرئيس الفرنسي والدولية أما النقاط التي تلفت إليها المصادر أن مؤتمر الغد مخصص فقط لمساعدة لبنان على معالجة تداعيات انفجار مرفأ بيروت الإنسانية والعمرانية الكبيرة جداً لفتة إلى أن الدعوة جاءت صريحة وواضحة وأن هذا المؤتمر لا علاقة له بالأزمة المالية والاقتصادية التي تحتاج إلى إصلاحات معنى ذلك أن مؤتمر الغد منفصل تماماً عن أي مساعدة لاحقة للبنان وفق التزامه بإجاء الإصلاحات للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية وأن كل المساعدة غداً ستكون من دون شروط ومن دون حدود بخمس دقائق سيعرض الرئيس عون في المؤتمر ما حصل في مرفأ بيروت وأرقام الخسائر والتفصيل حاجات لبنان في هذه المرحلة خصوصاً مساعدات إعادة الأعمار في مرحلة ما بعد الإغاثة والأهم أن كل كلمة سيقولها رئيس الجمهورية لن تنطلق إلا من ثوابت لبنان تجزم المصادر في قصر بعبدة سلسلة لقاءات واتصالات عربية ودولية دعماً للبنان ورئيس الجمهورية العماد ميشيل عون يشكر الدول ويشدد على الحاجة إلى إعادة أعمار ما تهد بين اللقاءات والاتصالات العربية والإقليمية والأوروبية والدولية يختصر المشهد اليوم في قصر بعبدة أول الواصلين للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون كان أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ثم وافد تركي رفيع المستوى برئاسة نائب الرئيس التركي فؤاد أكتاي لتختتم سلسلة لقاءات مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل كل الاجتماعات صبت في خانة العزاء للبنان وشعبه وتقديم الدعم والمساعدة فيما يدين عدى عقبى الانفجار الذي وقع في المرفأ بدوره رئيس الجمهورية الذي شكر الدول على مساعداتها شدد على الحاجة أيضا إلى إعادة أعمار ما تهدم وأكد أن الدعوة مفتوحة إلى كل الدول العربية والدول الصديقة والدول الغربية للمساهمة في إعادة أعمار بيروت ننوي أن نطرح بند جديد على جدوى الأعمال مجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية وهو ينعقد في خلال سبيع قليلة للدعم المستمر الدائم للبنان ننتظر ما سوف يأتينا من الدولة اللبنانية من الحكومة اللبنانية احتياجاتها، خططها، أفكارها لهذا الطرح تحدثت أيضا عن استعداد الجامعة العربية أن أشارك بالطاقات عربية في أي شيء يتعلق بالتحقيق في هذه المأساة تركيا مستعدة أيضا لعادة إنشاء وبناء مرفع بيروت من جديد كما ذكرنا لفخامة الرئيس بأن تركيا مستعدة في تقديم المساعدة أيضا فيما يتعلق بتخصيص ميناء مرسين التركية القريبة من بيروت لفعاليات التجارية الكبيرة لحين إعادة إنشاء مرفع بيروت ونعلم بأن هناك احتياجات كبيرة جدا للزجاجات النوافذ ومشابه ذلك ومستلزمات البناء فأن تركيا أيضا مستعدة لتقديم المساعدة وتزويد لبنان بكل هذه المستلزمات ومساعدة اللبنانية وليبنانية ونشاء الوحيد الرسالة الأهمة التي أود نقلها إلى اللبنانيات واللبنانيين في هذه المحظة هي أنكم لستم موحيدين إن الاتحاد الأوروبي إلى جانبكم ليس من خلال التصاريح والكلمات في الحصب إنما من خلال الأفعال لقد أجمعوا على تصميمهم الحازم لمساعدة لبنان لا على المدى القصير في الحصب لمواجهة طوارئ هذه الأزمة إنما أيضا على المدى البعيد من أجل إعادة أعمار ما تهدمه وإعادة بناء البناء التحتية تطبقنا كذلك خلال اللقاء إلى الإصلاحات لواجهة اتخاذها لدعم الحكومة في لبنان وأصلاح الكطاع المصرفي ومكافحة الفساد من خلال اتخاذ جاءات حاسمة هذا وطلق رئيس عون اتصالا من رئيس وزراء بريطانيا باريست جونسون الذي أكد المساهمة بإعادة أعمار المرفأ والممتلكات المتضررة والعمل مع الأمريكيين والفرنسيين والألمان لإعادة أعمار المنشآت وتنمية قطورات لبنان في هذه الظروف الصعبة إلى ذلك تلقى رئيس عون برقية تعزية من ملك بلجيكا فيليب الذي أكد الوقوف إلى جانب لبنان ودعمه من أجل إعادة بناء مستقبل سلام وازدهار رئيس الحكومة حسان دياء بأكد عدم تمسكه بالكرسي بل بحل وطني ينقذ البلد وأسفة لمن لا يقوم إلى ببث الشائعات سنعود للاستماع إلى بعض ما جاء من مواقف رئيس الحكومة فور جهوز الشريط وفي إطار المساعدات الخارجية للبنان وصلت 22 صهريجا عراقيا إلى الحدود اللبنانية السورية في المصنع بحمولة 800 ألف لتر من الغاز أويل أو الغاز أويل بمساعدة من الحكومة العراقية إلى لبنان وأكد المتحدث باسم الوفد العراقي أن العراق سوف يساعد لبنان في كل المجالات التي يحتاج إليها وأشدد وزير الطاقة ريمو غجر على أن قافلة المحروقات العراقية ستتوجه إلى كهرباء لبنان والمحروقات ستستعمل للتغذية الكهربائية نحن اليوم حسب المعمل اللي بتستعملوا فيه يعني اليوم معمل 500 ميجاوات يمكن بيستهلك بحدود 700 إلى 800 أو 1000 لتر بالنهار سوى حسب الديش بتستعملها ووين تستعملها معمل أصغر يعني بتاخد فيك ممكن تضاين لشهد الوجهة نحن منفضيهم بمعمل الزهراني لأنه في عندنا كباستي أنه نعمل لنستوريج هونيك ومن معمل الزهراني فينا نوزع على عدة معامل فينا نستعملهم بمعمل الزهراني نحن اليوم رايحين على المنشآت من المنشآت فينا نخدهم على معمل الزهراني على معمل صور أبا تتهرب لوين هايدي مواد لا كهرباء لبنان مش للبيع يعني هايدي رايحة على خزينات مخصصة لكهرباء لبنان في محيط موقع انفجار المرفأ الجيش يصطحب الأعلام اللبناني والأجنبي لمعاينة الأضرار وأعمال البحث وتأكيد على أن توجيهات القيادة باستكمال أعمال البحث والإنقاذ 24 على 24 ساعة إلى حين انتفاء الأسباب خلف البحر الذي رد عن اليابسة كارثة كدت أن تكون أضخمة بعد تتكشف صورة مختلفة عما خلفه انفجار المرفأ هي صورة ذكرت أحد الأمنيين الميدانيين بمعركة نهر البارد كما روى للأوتيفي على متن طراد بحري للجيش اللبناني جال أعلميون لبنانيون وأجانب في محيط موقع الانفجار برفقة الجيش الذي نظم هذه الجولة لإطلاع رأي العام على ما هو غير مرئي بالنسبة إليه في بوقعة المياه تلك كان العنب الرقم 12 قبل أن ينفجر بما فيه ويقتلع معه الردم بمحاذاته يقع مبنى الإهراءات الذي تجري فيه عمليات البحث والإنقاذ الشاقة هذا المبنى الضخم المشيد بالباطون المسلح تحول إلى شبه جبل صخري بعدما هدمته المواد المتفجرة المبنى التابع له المؤلف من سبع طباقات فوق الأرض وتحتها تحولت إلى ركام لا بل إلى رماد في أرويقته استشهد معظم عمال الإهراءات الذين عثر على جثث أربعة منهم فيما لا يزال ثلاثة في عداد المفقودين عزلنا زيادة الطوء اللي كان مبلش فيه الكوة اللي كانت منتشرة لحظة وقوع الهادس شفنا بكل دولة شو عندها إمكانيات عصائد البحث والإنقاذ وفكاً لإمكانياتها وفكاً لعديدة عطيناها الإطاعات عمال رقم 12 الصمني بالنص عندنا الفريق الفرنسي وهون عندنا الفريق الروسي ولجهد فوق عندنا الفريق التركي أكتر بقعة متضررة هي هالبقعة هالبقعة هون نهل الأهراءات نيح اللي كان فيه أهراءات لجهد الجنود يما منطق البيروت كمان كانت ضررت بشكل مخيف العملية هي إنسانية قبل كل شيء بالنسبة للجيش اللبناني الذي يعمل بدقة على رفع الأنقاذ حفاظاً على سلامة الجثامين والأحياء إذا ما وجدوا في هذا البحر الذي قد يخبئ الكثير من الأسرار لم تعثر القوات البحرية بعد على أشلاء فيما الأعمال مستمرة للعثور على كل المفقودين من بينهم ثلاثة عسكريين في الجيش اللبناني البوكلين كيف عم تشغل بكل حرفية تشغل نت في صغيرة هيك نحن منحس على رأس الجرافي في شيء يمكن مثل علم شيء صغير مثل الماء إذا بديك أو شيء سائل منوقف مننزل ساعدونا الكلاب مثلاً اللي يجيبون الروس والفرنسوية يشموا ريحة نرجع نقعد نبحش على مهنة ووقت نلاقي إنه معقولة تكون قريبة بعيد من هون الجدتي ينزل العسكر بإيده يبحش البواخر التجارية والسياحية التي كانت راسيا بأمان على المرفأ اهتز أمانها هذه أحداها تحطمت تحت ركامي حجارة الإهراءات التي تساقطت تلك أخرى لفظها البحر بسبب قوة العصف فحطت محترقة على الرصيف وتحولت إلى رسم مشوه قرب رصيف آخر ترى ما تبقى مباخرة أوريند كوينس سياحية التي غرقت بتاقمها باختصار إنه ليس أي انفجار هو أشبه ببركان حول المرفأ إلى أرض محروقة وحرق معه قلوبا لكل حرقة فيها حكاية وحكاية لو لا مبنى الإهراءات هذا الضخم لكان ما تبقى من بيروت أصبح في خبار كانة ولو لا أرواح الشهداء لربما كانت بيروت بقيت عائمة على متفجرات لسنوات ما من شيء قد يعوده الخسارة حتما لكن ما قد يريح أرواح الشهداء هي تحقيقات شفافة تؤدي إلى ملاحقة ومحاسبة ومقادات وتوقيف كل من أوصل بيروت إلى هذه الكارثة من علامة نترات بحري الجيش اللبناني في محيط العنبر رقم 12 إلى ذلك كشف المتحدث باسم شركة موزانبيك لصناعة المتفجرات في حديث لشبكة CNN أن شحنة نترات الأمونيوم التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت كانت تخص الشركة وكانت في طريقها من جورجيا إلى موزانبيك لكنها لم تصل موضحا أن الشحنة التي كانت مخصصة لصناعة متفجرات لشركة تعدين في موزانبيك تمت مصادرتها واحتجازها في مياه بيروت منذ حوالي سبع سنوات هذا وكشف قبطان السفينة تفاصيل الرحلة وقعت عقد العمل وتوجهنا إلى مرفأ كترال بتركيا بالقرب من معمل توزلا حيث كانت السفينة بعد أن غادرها الطاقم وبدأ غريبا لي أن يستبدل الطاقم في الطريق تبين لاحقا أنه لم يدفع لهم أجرهم هذا عقد عمل باريس أصبح بموجبه قبطان سفينة روسوس ليبحر بها من تركيا إلى اليونان توجهنا إلى ميناء باري في اليونان حيث قمنا بتزويد السفينة بالمؤونة والوقود تبين هذه الوثيقة نية السفينة روسوس بقيادة القبطان باريس بروكشف التوجه من اليونان إلى موزنبيق إلا أن النية تغيرت بعد أن بقينا نحو أسبوع في اليونان سألت المالكة إلى متى سنبقى فأجاب عليكم تحميل شحنة إضافية فلا يوجد لدي ما يكفي لذفع أجور عبور قناة السويس ووجد المالك الشحنة الإضافية في بيروت هذه الوثيقة قائمة بأفراد الطاقم وتبين توجه السفينة إلى بيروت بدل توجهها إلى موزنبيق وصلنا إلى بيروت وكانت الشحنة آليات ثقيلة جدا للطرقات وعندما تم تحميل الشحنة على سطح السفينة الصدي التوى سطحها فأوقفت الشحن ثم جاء رجال الميناء وقالوا إنه لا يمكن شحن الآليات على السفينة كما رفض الطاقم الإبحار خشة أن لا يدفع المالك أجرهم كما فعل مع الطاقم السابق فأخبرت غريتسوشكين المالك بالأمر فقال حسنا توجهوا إذن إلى لارنكا في قبرص لأتعامل مع الطاقم إلا أن السفينة بقيت راسية في ميناء بيروت لم تسمح سلطات الميناء للسفينة بالمغادرة لعدم سداد أجور الميناء وتم حجز السفينة ولم يسمح لي ولثلاثة من أفراد الطاقم بالمغادرة كي نشرف على السفينة بقي باريس ومن معه على سفينة وصفها بالمتهالكة محملة بشحنة خطرة نحو عشرة شهور غريتسوشكين لم يكن يدفع ثمن الغذاء ومياه الشرب والطرف اللبناني كان يدفعها ولا أذري من أي مال هكذا عشنا وكتبت احتجاجا لمنظمة هيئة العمال الدولية ولقائد المرفأ ولوزارة النقل ولم يبالي أحد يؤكد باريس أن سلطات المرفأ في لبنان كانت على علم بهذه الحمولة ورفضت مرارا تفريغها كنت أرى كيف يتم تفريغ نترات الأمونيا من سفن أخرى وقلت لهم تفرغون هذه النترات ولماذا لا تفرغون حمولتنا تبدو مماثلة وقيل لي إن ما يتم تفريغه تركيزه أقل وذلك يسمح بتفريغه أما حمولتنا فإنها ممنوعة لأنه يمكن تصنيع متفجرات بها أي أنهم كانوا على علم جيد بهذا وهل تم تفريغها بالنتيجة؟ تم تفريغه ولكن لم نكن هناك وهل قال لك البحارة ذلك؟ علمت بذلك من المحام الذي أوكناه لإطلاق صراحنا وما رأيك أنت شخصيا؟ كان ممنوعا على هذه السفينة دخول بيروت أصلا وعندما أراد جريتششكين المالك استدعاء السفينة إلى قبرص كان عليهم وهم على علم أن يدفعوا له أموالا كي يزيل مصدر الخطر هذا من المرفى أما هم فحجزوا السفينة هل هذا منطقي؟ بقي القبطان في بيروت إلى أن ظهرت شركة بارودي شركة محامات لبنانية وتمكنت من إخلاء سبيل البحارة قمنا ببيع جزء من الوقود وأوكلنا محاميا لبنانيا وبعد ثلاثة أشهر من توكيل المحامي قاضت المحكمة بالسماح لنا بالمغادرة أما السفينة فبقيت في ميناء بيروت وحسب روايات البحارة من أصدقاء باريس غرقت حيث كانت راسية مشتري نترات الأمونيا لم يعلن عن نفسه أو لم يعلن عنه ولم يطالب بالشحنة وكذلك الأمر بالنسبة لمالك السفينة شحنة الموت لم تغرق مع السفينة ونقلت إلى العنب الرقم 12 ونعود الآن إلى أبرز ما تناوله في كلمته رئيس الحكومة حسن دياب في كلمته المتلفزة منذ قليل نحن بحالة طوارق مش بس على مستوى الكارثة والتعامل معها حالة الطوارق اللي عم بحكي عنها تتعلق بمصير البلد ومستقبله لذلك أنا بدعي كل الأطراف السياسية للاتفاق على المرحلة المقبلة ما معهم وقت كتير أنا مستعد لتحمل هيدي المسئولية لمدة شهرين حتى يتفوا مطلوب عدم الوقوف ضد إنجاز إصلاحات بنية حتى ننقذ البلد أنا رح أطرح يوم الاثنين على جلسة مجلس الوزراء مشروع عنون لإجراء انتخابات نيابية مبكرة مأساتنا كبيرة والتعامل معها بدأ قرارات استثنائية وبعتقد إنه حان الوقت يكون فيه جرأة بمواجهة الوقائع متل ما هي لبنانيين ما رح يرحموا كل يلي بدهم يوقفوا بوجه عملية إصلاح البلد وبكل صراحة أنا جيت على رئاس الحكومة بهيد الروحية والمبادئ وأنا مع طموحات لبنانيين بالتغيير نحنا مش متمسكين بالكرسي نحنا بدنا حل وطني ينقذ البلد نحنا استلمنا البلد بظرف استثنائي كان في الثورة 17-20 اللي عبرت عن غضب اللبنانيين من الواقع اللي كانوا عم يعيشوه من فساد على مدى عقود والانفجار اللي حصل قبل أربعة أيام هو من نتائج هيدا الفساد ما في خيمة فوق راس حدا وما حدا يتوقع أنه تحميه أي مظلة كل المسؤولين عن هيد الكارثة لازم يخضعوا للتحييق ويجاوبوا على أسئلة الناس قبل القضاء كيف ممكن يبقى مستودع بهيدي الخطورة يلي فيه من العام 2013 من دون أي إجراء مش غريب مش غريب أنه ماين ذكر الموضوع ولا مرة بأي جلسة للمجلس الأعلى للدفاع وعلى مدى سبع سنين لا بقية هيد المواد سبع سنين بالمرفأ بمستودع ما في أي مواصفات لتخزين هيدا النوع من المواد مين كان ما سفيد من بقاء هيدا المواد والمرفأ التحييق رح يكشف الحقيق والتحييق مش رح يطول والإجراءات اللي أخذها القضاء حتى اليوم بتعطي مؤشر على جدية التحييق واستمراريته حتى النهاية ورح يتوسع حتى يشمل كل المعنيين بهذه الكارثة اللي أصابت كل اللبنانيين بجرح عميء وألم كبير وخلال جنازة الأمين العام لحزب الكتائب نزار ناجاريان الذي استشهد جراء انفجار المرفأ أعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجمية لاستقالة نواب حزب الكتائب من مجلس النواب قائلا سننزع ورقة التين عن المنظومة نحن وبعض الشرفاء رفيق نازو رفيقك أخذوا قرار اليوم الصبح بالاستقالة من مجلس النواب ونشيل ورقة التين عن هذا المكان اللي موجود هون يلي كنا بعد هيك نحن مع كم قدم رح يستقيلوا كمان اليوم بعدنا منشكل ورقة التين عليكم هذه الورقة التين رح نشيلها في إنازو نحن من تقلين إلى المواجهة مع كل اللبنانيين شرفاء لأنه ما رح نقبل يلي صار مبارح إلا ما يكون نقطة فاصلة بتاريخ لبنان والشعب اللبناني ياخد حقه إن كان مسلم أو مسيحي يتمكن بأنه يبني لبنان أحلى لأولادنا نعيش بسلام ببلد حر سيد مستقيل في سياق مقابلاته عبر وسائل الأعلام الأجنبية أكد رئيس التيار الوطني الحر النأب جبران باسير في مقابلة عبر سي أن 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 كل ما تثبت مسؤوليته عما جرى يجب أن يحاسب وحتى إذا أثبتت التحقيقات أي دور أو علاقة لحزب الله بالأمونيوم والانفجار فيجب محاسبته سيد مقابلاته عبر وسائل الأجنبية في مقابلاته عبر وسائل الأجنبية سيد مقابلاته عبر وسائل الأجنبية سيد مقابلاته عبر وسائل الأجنبية أن يصدرين الأجنبية أحسن المقابلاته عبر وسائل الأشياء وأيضًا من أن يتمع ليس منتجرين بإسرارهم لكي تتعرف هذا سيئة للبانون لتتخرج أحسن البلد الأقل هذا سيئة لبانون لتحفظ أنه شد يغير أن يكون هذا سيئة لقلق الإكترار هذا لا تريد حيات سيئة أعلنت الهيئة سياسية في التيار الوطني الحر تمسكها بحصول تحقيق قضائي شفاف. يكشف الحقيقة تمهيدا لمحاكمة كل ما يثبت تورطه أهمالا أو فسادا أو إجراما في انفجار مرفأ بيروت. وأكدت الهيئة رفضها الحملة الشرسة والبشعة التي يشارك فيها نواب وسياسيون وأعلميون على رئيس الجمهورية. وهي تندد بكل اتهام عشوائي سياسي بغيات سياسية رخيصة لا تحترم حجم المأساة وشعور الناس. كذلك ترفض الهيئة الحملة الظالمة التي تعرض لها التيار الوطني الحر بتحميله من دون وجه حق كل ما يصيب الشعب اللبناني من مآس تماما كما ظلم شابات وشباب التيار في سبع آب عام 2001 حين طالبوا بالحرية فكان السجن من نصيبهم. ورأت الهيئة أن الحكومة مدعوة إلى تحقيق الإصلاحات وأن مجلس النواب مدعو لمواكبتها ولسيما في موضوع خطة الإصلاح المالي والاقتصادي أما إذا استمر التقصير فإن التغيير السياسي سيفرض نفسه حتما. وفي كل الأحوال فإن الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر تؤكد الانفتاح على أي مبادرة لإنقاذ الوضع. ولسيما اقتصاديا وماليا ولإعادة أعمار العاصمة نتابع النشر بعد هذا الفاصل أهلا بكم من جديد كشفت محطة إذاعية مكسيكية أن الملياردار المكسيكي من أصول لبنانية كارلوس سليم سيساعد في إعادة بناء مرفأ بيروت بعد الانفجار الذي دمره قبل أيام. وفي مقابلة تليفزيونية قال رئيس المركز اللبناني في المكسيك أمين كارم أن جمع التبرعات من أجل مساعدة لبنان الذي يعاني أزمة اقتصادية عميقة بدأ قبل انفجار مرفأ بيروت المأسوي. ولا يزال هذا العمل مستمرا. وأضاف أن المركز يخوض حملة من أجل إرسال مساعدات إلى فرع لجنة دولية للصليب الأحمر في لبنان. وهناك رجال أعمال يبحثون في إمكانيات لإعادة بناء ميناء بيروت. مؤكدا أن كارلوس سليم الذي يعد من أكثر النثراء في العالم. سيساعد في تمويل إعادة البناء. عطفا على ما يتم تدوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. التحويل المالية الوردة من الخارج ستسدد بالدولار لغاية الثاني عشر من آب الحالي فقط. يهم شركة OMT التوضيح أنه تنفيذا للتعميم الوسيط رقم 566 الصادر عن مصرف لبنان في السادس من آب الحالي. باشرت الشركة تطبيق القرار بدءا من السابع من آب. وتسليم هذه التحويل نقدا وبالدولار الأمريكي حصرا. علما أن هذه الخطوة لن تتوقف في الثاني عشر من آب الحالي. كما هو متداول بشكل خطئ. أيضا فاصل جديد ونعود. أهلا بكم من جديد. تعتزم مؤسسة الملياردير البرازيلي جورجي ليمن. ومؤسسة تجارية أخرى تمويل بناء مصنع لإنتاج لقاح لمرض كوفيد ناينتين الناجم عن كورونا. وتطويره جامعة أكسفورد وشركة الأدوية أسترازينيكا. وقالت مؤسسة ليمن في بيان أن تكلفة المصنع مئة مليون ريال البرازيلي. أي ما يعادل 18 مليون دولار. وسيتم التبرع به لأهم مختبر للبحوث وتطوير في مجال الطب الحيوي في البرازيل. وهو مؤسسة كروس المعروفة أيضا باسم فيو كروس. وقالت أن المصنع سيكون جاهزا لإنتاج 30 مليون جرعة لقاح شهريا. اعتبارا من بداية عام 2021. ويقترب عدد وفيات كوفيد ناينتين في البرازيل من مئة ألف حالة في أسوأ تفش لكورونا في العالم بعد الولايات المتحدة. وترى الحكومة البرازيلية أن اللقاح البريطاني هو أبرز اللقاحات الواعدة التي يطورها الباحثون في أنحاء العالم. ويجري اختبار هذا اللقاح على متطوعين برازيليين في دراسة تقودها الجامعة الاتحادية في ساو باولو. وتمويلها أيضا مؤسسة لمن. وبهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الأخبارية للمزيد. تابعونا عبر otv.com.lb وحساباتنا على مواقع التواصل. لحظات وأعود لأنضم إليكم في حلقة جديدة من برنامجنا اليومي. رح نبقى سوا. تابعونا